اهلا بحضراتكم من جديد فمزلب نشوف جن الاب وبعد كده نشوف ابوه اللي جابه محمد عبدالله بيلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء منطقة الخطورة وترجع مرة تانية حلوة يا ولد يا ولد يا ولد على الجول التاني يا سلام على الجول التاني الجميل وتصويبه روعة تصويبه جميلة جدا يا يوسف يا عبدالحفيز النهاردة يومك الهدف التاني في مباراة اليوم مع ذكر الاهداف قدي الكرة العرضية وقدي الكرة شوف التمركز بقى ليوسف عبدالحفيز وتصويبه زي ما جت الهدف التاني ليه النادي الاهلي وليه على المستوى الشخصي طيب ده جون الابن يوسف نشوف لانه المزيع قال لخلاص يوسف ساد عبدالحفيز نشوف جون الاب بقى عشان تشوفه فعلا من شابه اباها فما ظلم لانه كابتن ساد عبدالحفيز في مباراة للاهلي مع المصري سبحان الله جاب نفس الشوطة ديت نشوف عمارة وعمارة بيعملوا كورة عبدالعلي وسبع عبدالحفيز وقف حتى يوسف في التكوين البدني والقصة والجارية سيد كان أسرع سيد كان طلق كان من أسرع لعيب مصر صحيح فالحقيقة شك تفتكر سيد على طول وهو في المرحل لا بس يوسف ميلت جسمه الورا ومرجحت رجله الجنات ها نفس الوضع التشريحي في ميلت الجسم سبحان الله طيب ربنا يوفق ان شاء الله تعالى ونفس الزاوية نفس المكان اللي الكرة جات فيها طيب على ذكر السيد عم حفيزة على فكرة سيد يا دين دايما بالفضل الكبير له مدربه الكابتن حلم طولان